المباراة الثالثة بقى هتجمع بين المكسيك وبولندا وهي مواجهة ممتعة إلى حد كبير لأن حقيقة المنتخبين بيلعبوا كرة حلوة الفريق المكسيكي على وجه الخصوص يمكن عنده خبرة في كاس العالم دايما بيكون ضيف في هذه البطولة والحقيقة برضو عقدون مجموعة لعبين في دوريات أمريكا اللاتينية يعني حنشوف نسخة مشابهة إلى حد كبير لفريق الإكوادور اللي شفنا أداءه قدام منتخب قطر ده على الجانب على الجانب الآخر بقى منتخب بولندا مليون في المية حاطت كل أماله على الهداف العالمي روبرت ليفندفسكي في أنه يسجل فوز غالي يعني يقربوا من التأهل لمرحلة الدور التاني آخر مواجهة هتكون جماهرية بشكل كبير جدا لأن هي هتجمع بقى بين الديوك الفرنسية منتخب فرنسا مع منتخب أستراليا طبعا الكل كان مرشح فرنسا للفوز بها دير بطولة قبل بقى ما تضربهم لعنة الإصابات اللي ابتدت بغياب بوكبة وبعديها كانتي وأخيرا صدمت غياب أفضل لعب في العالم كريم بنزيمة الحقيقة ضربات قاسمة للمتخب الفرنسي فرنسا مع مدربها دي دي شامب الحقيقة معهم واحد برضو من أهم وأفضل نجوم العالم طبعا متعفيه نجم باريس سان جرمان ومع أنتوان جريزمان نجم أتلاتيكو مادريد هنتابع مدشات قوية يا حضرات ما في الشك وحنشوف يا ترى يعني إيه اللي هتسفر عنه هذه اللقاءات وهل يترى توقعات الناس اللي شايفة إن فرنسا مبدئيا كده حتى وإن لم تحصل على اللقب هتوصل أضعف الإيمان للمرابة عندها بي ولا لأ أدينة هنتابع وأدينة هنشوف هنتابع يا بي وهنشوف لكن أهم من أننا نتابع ونشوف إحنا كمان نستمتع المنزيل دا دايما بيكون للاستمتاع كمان الناس اللي بتاعشق قرط القدم في العالم يبقى عايزين تفرجوا حتى مش على المنتخبات اللي هم بيشجعوها أو على المنتخب اللي هم بينتموا اليوم عايزين شوفوا كورة حلوة دا اللي إحنا لحد دلوقتي لو إنت حتقيم حتقول آه إحنا تفرجنا على كورة بس لسه 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 اللقاءات التهيلة لسه منتظرة يمكن النهاردة عندنا آه بس لسه فيه لقاءات منتظرة بشكل كبير جدا وفيه متعة احنا متوقعينها ان شاء الله في الفترة اللي جاية لكن فكرة ان انت تتوقع من دلوقتي من اللي هو ممكن يكون أقرب للفوز في مونديال هذه النسخة انا اعتقد ان دالي استبادر جدا عليه حتى لو كنت بتتكلم عن الفلتغال والأرجنطين انت كل شوية يعني مونديال غير متوقع لان احنا ما شفناش ده المونديال اللي فات يعني في روسيا 2018 احنا لم نرى ذلك يعني ما كانش فيه عندك كده كم الاستبعادات اللي بتحصل سواء للإصابات او الغيره او غيابات لا ما كانش فيه العدد ده وبعدين انت دلوقتي اصبح الموضوع مفاجئ يعني دلوقتي وانت مع المنتخب وبتدينا خلاص المونديال بتلاقي ان فيه نجوم طارت زي ما احنا كنا نتكلم دلوقتي عن كريم بن زيمة اخر مثلا مثال معه منتخب فرنسا فالموضوع غير متوقع تماما تماما من ساعة الكوفيد على فكر 2020 وفيه امور حصلت في كرة القدم العالمية من غيابات وإصابات اصبحت غير متوقعة انا بتكلم بجد لو انت جيت قصدها يعني